مدخل يا عجل أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مسك الختام اليوم مع الأستاذة المحامية في قوانين الجرائم الإلكترونية راني أبو عنزة والحديث شائك وله يعني ذو شجنة أهلا وسهلا فيك أهلا فيك حديثنا عن الجرائم الإلكترونية يعني موضوع كبير متشعب جدا حبي نعرف بالعموم بداية ما هي التعديلات ثم ندخل أكثر ونتخصص أكثر في ما يتعلق بحرية الصحافي والإعلامي ضمن هذه القوانين هل فيه توجه حكومي لتعديل هذا القانون أو إلغاء إحدى مواد هذا القانون أو سياغتها بطريقة أخرى يعني الطريقة أخرى خصوصا للمادة 11 اللي صار فيه فترة عليها نقاش والنشطاء بلشوا أنه ما بدنا هاي المادة بتتوجهوا إلى إلغاء هذه المادة لأنها تتعارض مع الدستور ومع حرية الدستور تذكري نص المادة مش بالضرورة يعني حرفيا ولكن حتى المجاهد يبقى معنا اليوم يعني مادة 11 جرائم إلكترونية هاي المادة عليها كتير صار نقاط وحديث كتير أنه هي عم بتقيد أو بت كأنك تضعينها فوه يعني أي شيء في فم المواطن يعني تغلقي أفواها من خلال هذه بالضبط فصار في حديث على هاي المادة وكتير فيه نشطاء بيطالبوا في توجه بالشارع كمان والمؤسسات المدنية بيطالبوا إلغاء هذه المادة وهناك توجه حكومي لإلغاءها أو لصياغتها بطريقة تكون أقل حد بل وجهة نظرك هل هي في الفعل منصفة ولا بالفعل ستقود وخاصة يعني ستقيد إن أحببتي قلم الصحافي الكاتب المسؤولي اليوم وصوت الإعلامي أو المؤدي أيضا المسؤول نحن لا نريد أبدا أن نثير فتننا سمح الله ولا بدنا بطولات ولا نحن أيضا وراء بروباجندات وسبق هلا هي هاي المادة أنا بعتبرها يعني أنا مو يعني أنا بعتبرها هاي المادة إجت في وقت زادت فيه إحنا نصرنا بزمن إنه انتشرت فيه السوشال ميديا وانتشرت فيه الكل صار يستعمل فيسبوك تويتر كل هاي الأمور فإجت هاي المادة لأنه صار أصبح أحيانا تتعدى حرية إنه أنت عم بتعبدي عن رأيك أصبحت الحرية إنه حريتك تنتهي عندك هذا لا أحد يختلف عليه ولكن اليوم بالتطبيق للأسف وبذريعة هذه المادة أو هذا النص تحديدا يعني بروح لطالح بالصالح يعني إن أحببتي وكثير من الأحيان النصوص مطاطة يعني تكون على أهواء أو أمزجة من يريد الشكوى هلأ شو بضمن لي أنا نعم يجب تعديله أو صياغته بطريقة إنه لا يصبح ابتزاز للطرف الآخر برفع هاي الشكوى فمن هاي ناحية فمشان هيك الكل عم بطالب لإلغاء هذه المادة أو إعادة صياغتها لأنه أصبح كتير فيه قضايا بالمحاكم إنه بقضايا بمجرد كلمة انتشت عن طريق فيسبوك أو تويتر إلى آخرين يعني خلونا نعترف اليوم اليوم فيه تغول من المتنفذ فيه تغول من بعض المسؤولين لإسكات يعني من لديه معلومة من لديه معلومة حقيقية ما عم نحكي عن انطباعات خلونا نستمزج رأيي الأستاذ خالد لقداء عضو في نقابة الصحفيين أهلا وسهلا بحضرتك أنت مع أو ضد الغاء المادة 11 من القانون الجديد طبعا إحنا ضد ضد أي واحد يعني بحث أنه أو حكوت أنه تدخل فيه خريط التعبير فإحنا هذا المادة هي قيد على الخريط التعبير قيد وقيد قاس هذا القانون بالأصل يوجده لأمن المعلومات كيف علاقة حريط التعبير بالقانون الجرامي الإلكتروني؟ مظبوط وحد ترك بيانات واحد دخل على بيانات هذا القانون يوجد في هذه الحالة فقط لما دخل في هذه المادة رآخ على حريط التعبير عند القوني الثاني ناظمة هل المشرع اليوم أستاذ خالد لأنه يعني معنا الوقت محدود جدا هل المشرع اليوم لما أقر هذه المادة تحديدا يعني وضع في نصب عينيه للأسف يعني حماية الفاسد أو المتغول أنا بأعتقد أنه هذه المادة وبعت حماية لحماية الفاسدين وأسكات الشهو طيب شو نشاطاتكم للآن يعني لوقف هذه المادة هل تعتقد أنها سوف تمرر بداية من خلاف المشرع نحن حاليا المادة موجودة بالقانون نعم لأنها ليست معروض على مدنس النواب نحن نطالب بإعادة القانون من مدنس النواب إلى الحكومة وإضافة هذه المادة وحذرها هل سيسمع لنا يا أستاذ خالد وابح؟ نحن سنقاوم لآخر لحظة شكرا جزيلا أستاذ خالد لغضاء أهلا وسهلا بك يا ما هي توقعاتك تحديدا في هذه المادة وأنت من الوسط وأكيد تسمعي الكثير للأصداء أحيانا أنا توقعاتي أنه في توجه حكومي لإعادة صياغة هذه المادة أو إلغاءها كما سبق وأن تحدث لتصبح أقل حدة ماذا نعني بأقل حدة؟ اليوم الجميع يتحدث عن حتمية إلغاء هذه المادة لأنا بدي أجمل حتى المسميات ما هي أقل حدة؟ وتحدث الأستاذ خالد لقداء وهو أيضا من نقابة الصحفيين ويعرف مدى معاناة الصحفي الحر اليوم هلا لا شك أن هذه المادة جد قيدت الصحفيين وقيدت حرية التعبير عن الرأي لدرجة أنه في حملة ونشطاء بيطالبوا بإلغاءها مو تعديلها ولا إعادة صياغتها بإلغاءها لأنه اعتبروها هي تعارض مادة 7 ومادة 15 من الدستور اللي هي كفلة الحرية الشخصية للمواطن وللصحفي الدستور اليوم لما بيحكي لي أني أملك حرية التعبير وحرية الرأي وتأتي مواد وتناقض هذا الدستور إذن أنا بدي أكون في حيرة من أمري والدستور الذي الأصل جميع الأنظمة والتشريعات تنضوي تحت مضلة الدستور نحن نأمل أن التوجه الحكومي يكون لإلغاء هذه المادة وأيضا لأن هذه المادة أصبحت سبيل لتعويضات مادية صار يعني أصبح أنه يستغلوها بعض الأطراف أو بعض منهم لابتزاز ليكون الغرض منها مادي وليس يعني حضرتك أنا متأكدة أنك على دراية كاملة يعني بالكثير من الملفات المتعلقة تحديدا في هذه المادة هل بالفعل يقبع خلف السجون الكثير من الأشخاص بسبب هذه المادة وهل بالفعل يعني تشعري أن هناك تحيز أو عدم إنصاف أكيد يوجد خلف السجون بعض الأشخاص فقط لأنه عبر عن رأيه ممكن لأنه عبر عن رأيه بس أيضا هناك من الواضح أنه حرية الشخص تنتهي عند التعدي على الطرف الآخر يعني ممكن أنت تنقضي تعبري عن رأيه ولكن لا تتجاوز يتم والقضح والتحكم نحن متفقين على هذه الآلية أي شخص يحترم اليوم نفسه لم يسمح أن يتعدى على حرية الآخرين ولكن هذه المادة تعتدي على حريتي أنا نقاشنا حول هذه المادة لحضرتك متفقة والكثير من المتفقين والأستاذ خالد متفق أنه يجب أن يتم إلغاءها هذا هو القرار إذا مادة موجودة ونحن متفقين أنه يتم إلغاءها وبعض الأشخاص موجودين في السجون بسبب هذه المادة لأنه لم يتعدى هو لم يتعدى وهناك بعض الأشخاص وجدوا بالسجون لأنهم تعدوا لأنه أصبح تعدى فأنا بدي أكون منصفة بهذا الموضوع يعني إحنا من طالب كنشطاء أو نشطاء بالشارع بيطالبوا أنه يلغاء هذه المادة نعم يعني مآخذ أخرى إن أحببتي على القانون يعني بنصه الحالي أو أنا أحترم هذا القانون تحترمي هذا أنا أحترم جدا هذا القانون ولكن أطالب ببعض التعديلات وبإلغاء وبإعطاء الصحفيين حرية للتعبير عن الرأي وإعطاء المواطن أيضا الحرية للتعبير عن الرأي اللي هو الدستور اللي كفلها نعم ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط ومن وجهة نظرك كثير من هذه النصوص تضبط بالفعل يعني ما يجب أو ما يسمح به وما لا يسمح به من وجهة نظرك أيضا هل بالفعل هذا القانون أنه هناك حبس وهناك غرمات مادية أو كلتا العقوبتين أو كلتا العقوبتين فنوضح هذه الجزئية أيضا أكثر يعني يعني تختلف طبعا حسب الحالك هي تختلف برشاة تقديرها للقاضي لا أنا يعني يمكن اليوم متعاطفين أكثر مع أنفسنا ومع الصحفيين يعني لهذا السبب خصصنا هذه العشر دقائق أنا أتعاطف مع الصحفيين بهذه المادة ولكن لا أتعاطف مع بعض المواطنين اللي في عندنا جرائم كتير تعدوا فيها على حرية الآخرين خصوصا أحيانا بتعدوا على سبيل المثال عن نواب إحدى النواب تعدوا مو عليها فقط تعدوا على عائلتها أيضا فهون أحيانا هاي المادة تأتي منصفة في بعض الحالات وأحيانا تأتي غير منصفة بالأكثر هي غير منصفة باتجاه الصحفيين والإعلامين هذا اللي بنحكيه المواطن اليوم للأسف وهذه المنصات وهذا الفضاء الأزرق يعني على وجه الخصوص لأنه يتيح لكي كتابة ما أردتي من كلمات يعتمد أحيانا على الذنب والقدح ويدخل للأسف يعني يستبيح إن أحببتي شرف عائلة كاملة بمجرد أداء معين يعني في نهاية في آخر دقيقة يعني ما هي الرسائل اللي بتحبي أن تمرريها ولمن؟ بحبب أمرر للمواطنين بالحذر والحيطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر أو إلى آخره إنه يعبروا عن رأيهم بحرية ولكن لا يتعدوا على حرية آخرين وبحب أعوجب تماما أنه يصير دور عندنا بالمدارس ودور عندنا بالإعلام بتوعية الشعب بما معنى الجريم الإكترونية وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بدي أشكرك شكرا جزيلا لحضرتك إذن يعني هذه المقولة اللي طالما رددناها إنه تنتهي حريتك عندما تنتهي حرية الآخرين يجب بالفعل أن تكون هيك داخل وأنا متأكدة أنها موجودة عند كل إنسان ضميره حي للأسف انتهت حلقتنا حلقة نهاية الأسبوع من برنامجكم الصباحي على الريق ودائما مع هنا الأعرج لقاء جديد تجدد محضراتكم يوم الأحد نفس المكان ونفس الزمان في إمان الله